دعا موقع مودرن دولوماس الأوروبي السياسيين لتخفيف من حدة الأزمات لإبعاد العراق عن حافة الهاوية وذلك من خلال الالتزام بالدستور والقانون موضحا أن آليات المطالبة بالإصلاح ضعيفة ومن دون قيادة كما أنه من السهل على الأحزاب الحاكمة أن تسويق خطاباتها وشعاراتها واعتبر أن القوى السياسية تلعب بفريق سياسي غير متماسك ومتعدد الجسيات في دقائق الشوط الثاني الإضافي رغم أن نتيجة المباراة سلبية أمام الفريق الممثل للشعب العراقي مذكرا أن تأثير الخطاب السياسي تدهور كثيرا وهو ما يتجلى في انخفاض نسبة المشاركة الانتخابية من 70 إلى 30% ويرى التقرير أن أطراف الخارجية دولية تريد للعراق أن يظل مفككا وهشا اقتصاديا وعسكريا ولا يمثل أي خطر على جيرانه وأن يكون بمثابة سوق لبضائع تلك الدول مضيفا أن هذا الوضع ملائم للقوى السياسية الداخلية التي تستفيد من استمراره لأنه يسهل عليها تقاسم موارد البلاد